سباح الخير رحمة كامون وحبيت نراجع ونتفكروا مبعضنا هل أنه طريق التعاطينا مع المسائل الاقتصادية من 2011 قاعدت هي بيدها وإلى ليك فاش قاعد يسير اللي في دانانس كيفاش على مثلا قانون المالية على الاستراتيجيات الوطنية على الإجراءات الجديدة إلى إخيره وناخده على سبيل المثال السياسات الاتصالية متاع مختلف الحكومات وتعرف واسيم إلي مع تعاقب الحكومات من 2011 السياسات الاتصالية مكنتش كيف كيف فما اللي اختار النقاط الإعلامية المقتضبة فما اللي اختار ندوات الصحفية المشتركة وفما اللي يكتفي بالبيانات لكن اللي نعرفوه اللي كل ما تكون فما غبابية أو بلبلاء أو سوء فهم بعض الحاجات فيتحطر لون بالأساس على المصادر الرسمية والحكومة كونها القائمة اللولة على أمور البلاد والمطلعة الرئيسية على الوضعية الاقتصادية وللاحظنا في السنين الأخرانية من حيث الجانب الاتصالي للعمل الحكومي هو تغليب الصمت على الظهور الإعليمي وقلة التصريحات وهذا اللي خليني نحب نطرح سؤال اليوم معاك في ممكن حول الطريقة الأفضل جستماع للتواصل بالنسبة لنا خاصة وقت الأزمات أو وقت اللي تبدأ ظروف الاقتصادية الهاشة لأنه هذا ينجمي خلي القراءة النفسة للمؤشرات مختلفة دونك هل يساعدنا أكثر كثرة التصريحات والتنويه بالمؤشرات الإيجابية لأنه هذا يعطي الإحساس للبعض بأن الحكومة قاعد تخدم وأن المؤسسات ويقفة وأن الاقتصاد قاعد يتعافى بينما البعض الآخر ينجم يعتبروا أنه تثمين للعمل الحكومي ينجم يكون مبالغ فيه كما قلوا بالعامية سمحوني صغارية أكثر من الكوسكسي أو الأحسن اعتماد الشفافية والمسارحة وقت اللي الأمور تبدأ مش مش كما يلزم أو مش لقدر الله للأسوأ حتى كان هذا يعطي شعور بأنه فم اختر ونجم يخلق جاوم تعشك أو تشاؤم لكن ينجم البعض الآخر يعتبروا حاجة إيجابية لأنه يحمل الناس كل مسؤوليتهم ويخليهم يثنيوا الركبة ويخموا بشي يخدموا أكثر ونحقوا التعافي المنشود وإلا الأحسن الامتناع كليا عن التواصل والظهور الإعلامي للمسؤولين واللي هو نجم يكون في حد ذاته زاد خيار اتصالي على أساس الخدمة بسكيت توجيب وأي حديث زي دي نجم يقلق أو يشاوش على العمل الحكومي بينما في قراءة أخرى ينجمون برشا ناس يعتبروا أنه طريقة للتعتيم ويخلي الشاي هذي سوء التأويل يكثر والإشاعة تكثر بتبيع أسألة ممكن كل واحد عنده لها تصور وإجابة لكن الأكيد وسيم أنه لفهم دي مساجدون مهمة برشا واختيار الزمان والمكان والبلاصة اللي بش نبانوا فيها والمنبر اللي بش نخرجوا منه طريقة الترح الأسلوب وحتى نبرة الصوت مهمين برشا لأنه عندهم دلالات في إطار استراتيجية اتصالية يختارها الأفراد والمؤسسات بش يوصلوا مساج معين أو يتم الإعلان عن بعض القرارات أو الإجراءات إذا نحكيه طبعا عن الحكومات والمؤسسات الرسمية حتى الظهور أو الامتناء عن التواصل ما ينجمش يكون اعتباطي لازم يكون خيار مدروس ضمن خطة اتصالية واضحة وكاملة هدفها بناء الثيقة بين المصدر والمتلقي وإحنا في الياسوي كنا أشعنا في أكثر من مناسبة أنه بناء الثيقة ضروري في كل ما يتعلق بأشياء الاقتصادي لأن الثيقة هي اللي بيش تراجع معنتها كما قلوا الاستثمار تحسن مناخ الأعمال تستقطب الكفاءات تستحفظ على اللي بقى منها إلى آخره يعني الدولة كي بيش تعلن على قرارات ولا بيش تخو إجراءات ولا حتى بيش تعمل إصلاحات حتى لو كان موجعة أو قاسية لازم دي ما تفسر الوضعية الاقتصادية بيش ما تتهزش الثيقة خاطر الثيقة هي اللي تأدي حتى كن مش الإجماع على استيعاب الوضعية الاقتصادية خاصة وقت الأزمات لكن على الأقل تعتي مقبولية وتضفي الشرعية على مصداقية الوضعية والمؤشرات الاقتصادية شكرا لك صحة رحمة كامون مهم ياسر اللي كنت عبر عليه معتها شفنا حتى في التاريخ المعاصر معناتها ساعة ساعة مسؤولين كبار معناتها في مؤسسات تبدأ مهمة عالمية وغيره معناتها عندهم أمباكت كيما الفيدرال أمباكت كيما الفيدرال ريزيرف ولا حاجة في أمريكا معناتها ساعة ساعة يبدوا يعسوا على اللماغ المود اللماغ متاع الشخص ذاك مش يتكلم مش حتى نمشي ونبرد صوت وكل ساعة ساعة يأيو ماذا ستوريكم على أسواق خطر اللماغ معنات يسون تتكتي الشخص ذاك تخل متشنج ولا تخل مرتاح ولا تخل موش مرتاح ولا تخل مغشش ولا متقلق ذاك وحده من غير قبل حتى مسمى مساجات وشنو ما كلهم شي تأثرت دجا لأسواق